الرحمن الرحيم إن شاء الله في هذا الفيديو نشوف طريقة تكرار التطبيقات لأصحاب الجل بريك فقط طبعا نروح للسيديا نحتاج سورسين ونحتاج تطبيقين نحملها من السيديا أولا السورس الأول سورس الأب كيك لتحميل تطبيق الأب كيك وأيضا السورس البي بي تونتي فايف لتحميل أيضا تطبيق البي بي بعد ما نحملها نذهب للمتجر الأب كيك ونحمل البرنامج اللي نبغى نكرره عن طريق المتجر هذا مثلا نبغى نكرر السناب شات نحتفل السناب شات إذا إحنا محملينه من أبستور ونحمله من هنا بعد ما نحمله نذهب لتطبيق البي بي راح تطلعنا الواجهة هذه نختار للزر اليمين أسفل بعدين نضغط على الأيقونة هذه ونختار مثلا سناب شات ونكتب مثلا سناب شات خمسة نقدر نعدل صورة الأيقونة من هنا مثلا بعدين نضغط تكرار الحين يبدأ عملية تكرار بعدها تتم عملية تنصيب التطبيق على الشاشة يبقى الحين نخلص تكرار التطبيق لو نشوف الحين الشاشة الرئيسية صار عندنا السناب شات مكرر الشي الجميل مثلا أنت محمل أداة الفانتوم للسناب شات راح تعمل الفانتوم على جميع الإصدارات المكررة عندك أو التطبيقات المكررة عندك بشكل طبيعي إن شاء الله يكون الشرح واضح وسهل عليكم